أخططا أن أريد أن أصرع محتوى وين أذهب وين كذا فقلت لماذا لا أذهب إلى مالديف فما قدرت أخذها لي لأنه لا يطلعون في السناب قلت لازم أخذ شخص يطلع في السناب يعني يكون يعني أقدر أصوره أقدر أسوي محتوى معه فاخترت مرود وخذيته معي فهمتني فكنت يعني منتفق أنا وياها أنه نبي نصرع محتوى فروحت أنا للمالديف فكنت أصحى من الساعة ثمانية الصباح إلى الساعة ثمانية في الليل ولا واحدة أصور يعني محتوى وكذا فأصدنت بس من المقطع يعني عادية أنا أنتشر فس كان عليكم أنتمو كويس على أنه ترى شوف على أنه بغى يقرصني بغى يقرصني ترى في نفس الساعة نفس يعني الدقيقة صورت وصورت مقطع ثاني بعد أن تشر نفس الدقيقة وكنت أصور في الساعة خمسة فجر يعني وقتها كنت صحي من خمسة خرجت المشهورة السعودية رهف القحطاني عن صمتها وتحدثت للمرة الأولى عن المقطع الذي انتشر لها أثناء رحلتها إلى المالديف مع مواطنتها مروج الرحيل وتسبب بتغريم كل منهما من قبل هيئة الإعلام في المملكة وكشفت القحطاني في بث مباشر عبر تيك توك للمرات الأولى عن بعض التفاصيل من الرحلة المثيرة للجدل مؤكدة أن سبب اختيارها لمروج لتسافر معها هو عدم رغبة أفراد عائلتها بالظهور معها في سناب شات لذلك قررت اصطيحاب أحد آخر وقالت القحطاني إنها أرادت أن تصنع محتوى لها وقررت آنذاك أن تسافر لذلك وقع اختيارها على مروج لكي تظهر معها في سناب شات لتصوير يومياتها وأكدت أن كل هدفها كان صناعة المحتوى للمتابعين ما كان يدفعها للاستيقاظ باكرا من الساعة الثامنة صباحا حتى منتصف الليل في أثناء تواجدها في المالديف لتوثق الرحلة مع مروج وأوضحت القحطاني أنها لا تعرف سبب الإساءة إليها بعض المقاطع المتداولة التي تمت معاقبتها بسببها هي ومروج رغم أنها لم تقصد الإساءة أبدا بحسب تصريحاتها وكانت الفاشونيستا السعودية مروج الرحيلي قد علقت على الأزمة التي تسببت بها بصحبة صديقتها خلال تواجدهما في جزر المالديف التي أدت إلى فرض العقوبات عليهما بغرامة مالية وظهرت مروج في مقطع فيديو جديد لتوضح الأمور مشيرة إلى أنها لدخل لها بالمقطع المتداول وأنه لم يصدر عن حسابها الشيء الذاني أنه كنت مظلومة في اللي حصل بالأشياء اللي أتكلم عنها أو المقطع اللي المفروض أنه موسيق ما أتكلمت ولا صورت بسنابي ولا نزلت هذه الجزئية ولا الجزئية هذه طلعت من سنابي بس سبحان الله الخير يخص والشر يعم وأرجع أقول المرة المليون حسبي الله ونعملوا كيل على كل شخص الذاني وقالت في مقطعي فيديو شاركته عبر حسابي على سناب شات أكثر شيء ذاني أني كنت مظلومة في اللي حصل في الأشياء اللي تكلموا عنها المقطع اللي المفروض أنه موسيق ما تكلمت ولا صورت بسنابي ولا نزلت هذه الجزئية ولا هذه الجزئية طلعت من سنابي لكن سبحان الله الخير يخص والشر يعم وتابعت أرجع أقول المرة المليون حسبي الله ونعمل وكيل على كل من أذاني دائما ربي معي ودائما أنا أدعي ربي الله يحفظني ويبعدني عن الناس السيئة فلا تخلوا أي شيء أثر فيكم ولا أي شيء يزعلكم وأي ضربة لا تقتلك تقويك من جانبها تجاهلت رهف القحطاني اتهامات مروج لها بطوريطها في قضية رحلة المالديف وأبدت عدم تأثرها بتبرؤ صديقتها منها وكانت المشهورتان السعوديتان قد تسببتا في إثارة الجدل وموجة من الانتقادات والغضب في المالديف بسبب مقطع تضمن ما اعتبره المتابعون الساء للبلدين علاوة عن السلوكيات والصور والمقاطع الجريئة التي ظهرت خلال تلك الرحلة والتي أغضبت الكثير من السعوديين وفرضت بعدها الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية غرام بقيمة 400 ألف ريال سعودي أي ما يقارب 106 ألاف دولار أمريكي على المشهورتين رهف القحطاني ومروج بسبب إساءتهما للمالديف ترجمة نانسي قنقر